السلام عليكم. مهدا بازن الله هنبدأ نشرح مداياه في التسل. انه لان في ناس كثيرة فيها مشاكل. احنا قررنا كثير من دولين بازن الله هنبدأ نعمل فيديوهات تعليمية بسيطة. نبدأ نشرح فيها الدروس. يا رب تعجبكم. وازورونا على لوكة مثلا في جودة قليلة شوية او حاجة وبازن اللي نحاول نحسنها. اول موضوع بازن اللي احنا نبدأ نتكلم عليه النهاردة اللي هو التورشن. التورشن طبعا من المواضيع اللي عملالنا ازمة كبيرة جدا اعتقد. لان يعني في مفاهيم كتيرة فيها واقع معنا. من نسبة كبيرة. ما زورني على الخط بس هو البرنامج فعلا انت ايه? النهاردة بازن الله في التورشن اولا لازم نعرر فيه هو التورشن. اولا التورشن بمنتهى البساطة. انت توقتي لو عندك ميمبر. بس الميمبر ده احنا معظم الفكرة انه هعتبر ان احنا انتها ميمبر استواني. يعني زي اللي كل اللي فات بس الفكرة ان هو استواني. طبعا بالتالي عند عند بتاعه. هيبقى عندنا فيه لو انت بتحاول تعمله التوع. انت كأنك بتحاول تلفه من هنا. ومن هنا في اتجاه معاكس. بالتأكيد بالتأكيد. هتلاقي ان هنا عند كل جزء الطول هيختلف. ليه الطول هيختلف? لان كل منطقة هنا هيحصل فيها ويحصل فيها اجهاد معين نتيجة لهذا البندنج. عشان كنا احنا درسنا البندنج في البداية. طيب. انا بعمل كل ده انا بعمل كل دهوت وبستفيد بالدرس دهوت عشان حاجة واحدة. اذا انا لما ايجي اصمم ميمبر او ايجي اصمم اي اا عمود هيبقى في حركة في مكانة. لازم ابقى عارف حال حيطر يستحمل تورشن قد ايه. لان الاجزاء ده طبعا فاول في البداية خلصت كسافتي انه انا لو الحاجات دهت انا مو هشب القدر الكافي يقدر يستحمل فممكن في اي وقت نتيجة الضغط العالي الالتواء ممكن نتكسر وتسبب سواء ازة مادي للمكانة او ازة الاهم للبشر. فحنا طبعا عشان كم عشان كلا بنحاول ندرس دهوت عشان نقدر نعمل له او التصميم الامصل. دعيب. بنقدر عشان الاول قبل ما ندخل في الدرس نقدر نرخص كل اللي هنتكلم عنه لتلات قوانين مهمة. تلات قوانين دولهم طبعا بالنسبة كبيرة افكار المسائل. اول الخانون منهم ان انا عندي بيبقى الثيتا مضروبة في الجي على الال. ده بيستوي التورشن. طيب الثيتا دي هي زاوية الالتواء. هي الزاوية اللي مسلا بتبقى هنا على حسن نوع آآ على حسن انت هتمسك المنبر منين وتعمل له التواء. الزاوية اللي هيتحرك بيها الالتواء ده وتحرك بيها الجسم. نتيجة على المحور بتاعته نتيجة للبندنج اللي انت هتعملو هي دي الزاوية. طيب. والل طبعا معروفة وطول المنبر. الجي دي بقى هي لقصتها عندنا قصتها نية شوية. الجي دي احنا بنسميها معير او معامل اللي من وايح ما تلاهوش الجسائة. ايه بقى معايير الجسائة ده? بحال الاول نحاول نفهمها وبعد كده نبدأ نشتغل على القانون بتاعك. لو قلت لك انا عندي دلوقتي بار وهدي بارتين. لو قلنا ان ده بعمول من الحديد. وده بعمول مسلا كارتون. قلت لك حاول اه تعملي التواء اللي ده. حاول تعملي التواء ده. يعني كأنك عادي كأنك مسك مسلا زي اللوحة من اللوحة بتاعتك بتحاول تطبق مش تطبق بتحاول تلوي هتعمل لها التواء. سهل يعني. تتوقع انه اللي يعمل معك الالتواء. هل الحديد ولا الكارتون? تكيد طبعا اكيد هو الكارتون. وده لأ. طيب ليه? زي ما احنا دراسنا شوية في الماتيريا. ان كل الماتيريا اللي عندنا ليها آآ خواص فيزيائية تخصها هي بس وما تخصش فيها غيرها خالص من باقي المعادة. زي الكسافة. زي معضل الكادوس اللي احنا كنت دارسينه في الماتيريال ساينز. الحاجات داية هي اللي بتفرق ما بين كل مادة والتانية في تحمل الاسترس تحمل الاسترين وخواص ميكانيكية كتير بازن اللي احنا اخدها بعدين. فالكارتون اولا كسافة اقل معدل التكدس في اقل. فبالتالي ان تقدر تقدر تعمله قلتواء بمصورة. تكتل اكتر. اما الحديد مش كده. الحديد انت بتحس وانت بتعمله قلتواء بتحس بمقاومة فيه. ده ليه? لان عنده. يجي عنده. اكبر. في اقل التالي. لما يجي حاول معظم المسائل اللي بتيجي هنا بتيجي ازاي? لو لقيت السيتا موجودة في اي وقت تتعرف ان انت هتشتغل على معاير الجسائل. والل. طيب. هو بتديك معاير الجسائل في المسألة. طيب لهم الده لك تتصرف ازاي. الجي عندنا لها القانونين. او القانون بتساوي. ال اي طبعا احنا عارفين ال اي اللي هو المودلس الفلسطسي. معاير المرونة. يساوي اتنين. على اتنين في. واحد زائد ميو. ميو طبعا احنا مفرد عارفينه? بواسان ريتشي. تمام? اوكي. القانون ده هو بالله هو ادلك المودلس الفلسطسيتي هتجيبها ازاي? ليه القانون تاني. ففي الحالتين اي مسألة هيبقى فيها زاوية هتشتغل دايما على القانون الاولين اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو بيساوي سيتا في جي على ال. طيب. لو ما ادنينيش المودلس الفلسطسيتي لأي سبب من الازالة. بس طبعا انت كده كده دور تجيبه. ومعنطيها بس برضو. ممكن نحلها ازاي. ممكن نحلها بالقانون الايتي. ان جي بتساوي التي. اللي هو المفروض التورشن. على التورشن في الال. على السيتا. في الاي بي. الاي بي دوت. اللي هو المفروض آآ عزم القصر الزاتي. بس خلي بالكم. هنا عزم القصور الزاتي. للبولر. يعني دادم هيعتمن على الزاوية. هنا هيعتمن على البولر. يعني هيعتمن دائمين على الزاوية. ده اللي هو الاي بي. النسبة كبيرة ممكن هو يدهولك. يبقى انا كده من القانون اللي انا عندي دلوقتي. انا اقدر اول حاجة لما اجي اشيب المسألة. خبص الاول. هل هو ما يديني معاهمة الجسائق او ده لا. مدهولي يتبقنوه على طول. مش مدهولي. هاجيبه. هشوف الاول هو ما يديني الا مديني الاستيك موضيلاس ولا لا اللي هو دوت ال اي. طب مدهولي? تمام. ممكن ما يدهوليش. ممكن يبقى هو هيديني الاسترين. سوري الاسترس وهايديني الاسترين. حاولا راجب منهم اعتقد المدرسة في الاسترسي. والبواصل ريتشي طبعا علي المسألة الدي فورميشن. اللي هو مسلا نسبة الالونجيشن في كل الممبر او نسبة التشكل طيب مش مديني اي او اي حاجة من ده اجيبها ازاي ممكن اقدر اجيبها عن طريق ازم القصور ازاتي وعن طريق الزاوية والتورشن التورشن بنسبة كبيرة انا اقدر اجيبه او هو ممكن يولي جاهز طيب هو لو مش مدهولي اجيبه بردو ازاي التورشن عندنا ممكن يجيب اكتر من طريق واحد منهم اساسا اللي هو اساسا سهل جدا. بيساوي. اولا اولا ده اسمه مش تورشن. تورشن بيجيجي ممكن اقدر اجيبه من قانون تاني لو بيساوي. ممكن بقى ده اسهل بكتير جدا. وده لما بيجي بيبقى يعني بيبقى اسهل كتير جدا اللي هنا في التعامل. بس ده قولي اللي لما بيجي. ده بيجي اساسا في حالة واحدة. القانون دوت انا بستخدمه في حالة واحدة فقط. تركزوا معين. تخيل اللي عندي دوت. وجسم امتحانات على فكرة. عندي انا. دول اتنين. يعني ايه حدافة. ممكن الناس تكون عارفة عنها او لا. الحدافة ده عبارة عن ارس. الارس دوت بين الحركة الدورانية من اا من المحرك لجزء تاني ميكانيكي. طيب. انا عندين اتنين حد انا. طبعا اللي حبة ما بينهم دوت ده شفت عمود. طبعا بسميه هنا يعتبر ايه? يعتبر ده بالنسباتي. تمام. ميمبر دوت. ده هنا هيتعرض هنا لتورك اكيد. كده. وهيتعرض هنا لتورك. وممكن في عكس الاتجاه لو انا بناء الحركة مضب ده. تمام. اكيد اكيد في الحالكين هيتعرض بطورك. طيب انا عايزة لما اعمل له اجي اعمل له تصين اقدر اعرف هو حدد يستحمل قد ايه. اول حاجة من طريقة اعرف المسارية البطاطة عن طريق معضل الجسائة. ممكن اقدر اجيبه. زي ما قلنا فوق. تقول له مش ميداهي لي ممكن اعملها ازاي. ممكن اجيب التورك اللي هو هيبقى ميدولك في الحد ديسة. هيبيدي لك هنا التورك رقم. وانا اجيب ايه هيدي لك مسلا ده مسلا بتاع الميمبر. ده الكروس سكشن. افرحل مسلا ما ديلك الكروس سكشن بتاعه. وقال لك انت اجيب لي منه الاي بي. لو انت جت من هنا الاي بي. اللي هو المفروض. الموديلس اللي هو المفروض يعتبر المفروض اللي هو المومتوف انيرشيا. تقدر طبعا بسهولة جدا انت عندك الرقم هنا بتاع التورك. وعندك هنا المومتوف انيرشيا. بسهولة جدا انت عرف تجيب التورشن. دي هتبقى بالنسبة لنا اول محاضرة. جزء مسيط جدا. بالنسبة للتورشن. المرة جايه بازن الله هشتغل القانون التالت الاخير. وهنبدأ نحل المسائل بازن الله. شكرا جدا وااسف على لطورة. مع سلام.